أحمد هايل مدير فني للنادي الفيصلي طبعاً مبارك للكابتن أحمد هايل تعينه للنادي الفيصلي لكن تنتظر مهام صعبة للكابتن أحمد هايل وهو الطاقم التدريبي صحيح واشي بنحكي بنقول مبروك للكابتن أحمد هايل ابني النادي الفيصلي ومش بعيد عن الكرة الأردنية ومتابع وبعرف وصاحب إنجاز مع منتخب الشباب والرديف فمهمة صعبة على الكابتن أحمد هايل بوقت وبظروف برضو صعبة مش سهلة بتطلب منه العمل والجهد العالي وتطلب منه القرب كثير كثير يكون من اللاعبين يكون حلقة وصل بين الإدارة واللاعبين كشخصية جهاز اللي يعطيه العافية يعني كل مولاد النادي باستثناء بغض النظر عن الأسماء ولكن استلام دفت فريق مثل الفريق الفيصلي مش بالسهل صح نادي الفيصلي وراه جمهور والجمهور لا يقبل بأقل من البطولات عنده استحقاق آسيوي عنده استحقاق داخلي وخارجي فللأمانة يعني تحمل وقبوله لهذه المهمة وتحمل هيك مسؤولية احنا منبارك له ومنشد على إيده ودائما أنا بحكي منحب الأفكار الشباب الشباب عنده الجرأة عنده روح المغامرة عنده الفكر عنده المضوج الآن يعني خلق نقول كرة القدم الآن هي كرة قدم حديثة يعني ممكن نشوف من الكابتن أحمد هايل ممكن نشوف منه كرة قدم أفكار وكرة قدم تكون بالمتوقع وطموح النادي الفيصلي فمهمة مش سهلة لأحمد هايل استلام لنادي الفيصلي بحجم النادي الفيصلي النادي الفيصلي مع الكابتن جمال أبو عابد صاحب اللقب الموسم الفات وصاحب كان أداء فمنتمنى نشوف نشوف أفكار الكابتن أحمد هايل على أرض الواقع الاختبار صعب كما تحدثنا لكابتن أحمد هايل وطاقم التدريب كونه هو سيلعب مثلا في أول المباريات مع السد القطري وهو مطالب بالعودة بنتيجة إيجابية للفريق ليبقى في المنافسة في دورة أبطال عسيق شوف ولأن التركيز بس رح يكون عكاس لوردن والدوري الآن الآن أحمد هايل يعني ما بتقدر أنت تيجي بيوم وليلة تقوله أنت مطالب بالفوز بالمباراة هاي هنقول لسه هو بده يتعرف على إمكانيات اللاعبين إلا إحنا لو منتفرج من بعيد منتفرج على الفريق هو بلعب وكذا ولكن مش زي المدرب لما يكون بنفس يعني اللاعبين هو المراقب من قرب نعم وبشوف ظروف اللاعبين وإمكانيات اللاعبين وقدراتهم قد ما بدنا نحكي إحنا ونشوفه من بعيد مش زي المدرب بيكون من الداخل تختلف الأمور صح يعني هي مهمة صعبة عنده للكابتن نال ولكن أنا أتوقع أنه إن شاء الله مرات الحال النفسي والمعنوي كتغيير الجهاز وممكن يكون في ردة فعل نفسي ومعنوي عند اللاعبين وتخدم الكابتن هاي بتخطي هاي المباراة والمهمة مش صعبة نعم بتحس أنه اللاعبين كانوا يعني مش بنحكيها بالمستوى المطلوب مع المدرب السابق التونسي يعني ما شاهدنا الفيصل بالفرمة دائما عند اللاعبين اللي عودون عليها مع الكابتن جمال أبو عابد كابتن جمال أبو عابد كان قريب جدا كونه مدرب وطني كان قريب جدا من اللاعبين وعارف مشاكلهم وعارف قدراتهم وعارف اللهموم اللي عيشوها وممكن أحمد هاي اللي أيضا ممكن يكون قريب من اللاعبين ويشتغل على هذه الأمور مع النادي الفيصلي لكي يقدم اللاعبين مستوى المطلوب شوف المدرب اللي استقطبوه وأجا ما كان شوف يعني أنا بوجة نظري بوجة نظري إنه هو ما قدر حجم النادي الفيصلي حق تقديره هاي نقطة النقطة الثانية تشعر إنه فيه بعد بينه وبين اللاعبين يعني فيه مسافة يعني اللاعب مرات إذا بيحب المدرب وبحبك بيعطيك كل إشي عنده لبغض النظر عن الأمور الفنية فإنت بتشعر إنه فيه فيه مسافة فيه فجوة بين المدرب والجهاز وبين اللاعبين وهذا كان من أسباب فشل المدرب ما عرف كيف يحتضن اللاعبين يحتويهم يحتويهم صح وما كان أنا أتوقع إنه ما كان فيه إشي جديد قدموا للنادي الفيصلي نعم وللاعبين النادي الفيصلي تعرف أنت لاعبين نادي الفيصلي لاعبين خبرة ولاعبين منتخبات وطنية ولاعبين كبار لازم المدرب بدي يحضر عليهم لازم يكون صاحب صاحب حضور وفكر وشخصية وأول أخر عشان يقدر يسيطر على الفريق والفريق يشعر إنه فعلاً قدامه فيه مدرب ويقدر يعطيه يعمل فهاي كانت من الظروف اللي ما خدمته أو هو ما خدم نفسه بنفسه زائد إنه نفس الشي لما أجل بدأ مع الفيصلي بدأ مع أربع ثلاث ثلاث مشي فيها مشي فيها شوي شوي تراجع لأربع ثلاث واحد هذا الحكي بكلفك بتدافع عن وجهة نظرك ووجهتك الفئل خلنا نحكي وجهة نظرك التكتيكية والخططية دافع عنها بشراسة واثبت وجوديتك طيب تراجع ثق تماماً إنك أنت بتتراجع طيب بالنظر للكابتن أو الأسماء الموجودة في مع الكابتن أحمد هايل مؤيد أبو كشك وعامر شفية مؤيد أبو كشك وعامر شفية طبعاً اسمين معروفين في النادي الفيصلي سبقاً لعباء في النادي الفيصلي كيف شهد هذا المزيج بين هؤلاء الأسماء يعني أنا شوف أولاً عامر شفية جاي من خنقول من مدرب لمنتخب وطني منتخب وطني صح فخبرته كانت مع الكابتن عدنان حمد وهيكا فنحكي إنه أموره كويسة يا عامر شفية أما بالنسبة للمؤيدة وكشك إليه منه كل الاحترام ما كمدرب وطني ما كان يعني ما سمعنا بالحضور القوي إليه كمدرب كإنجازات ما أخذ تجارب ما أخذ تجارب ممكن أتوقع إنه راحة فلسطين ورجع وهيك شي بس إحنا ما سمعنا بشيء ممكن يكون ممكن شاف فيه له أحمد هايل رؤية شاف فيه له المساعد القوي شاف فيه له تعرف أنت المدير الفني دور المساعد مهم جداً نحن هذا شوف دور المساعد هو سندك طبعاً هو سندك بالقرار اللي أنت بتكون مرات بحاجة إنك تسمعه قرار يسعفك بحاجة بلحظة من اللحظات المساعد هو بيجي بسعفك بالقرار اللي أنت بكون دايماً إحنا بنحكي بالعامية الأربع عيون أفضل من اثنين صار دايماً المساعد له دور ممكن يكون أحمد هايل هو أدرة بجهازه ما استقطب الكابتن أبو كيشك إلا بكون هو أدرة وعارف إمكانياته التدريبية